بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعبوث الرحمة الرحمن الرحيم كيف تحصل أو كيف تحجه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل يوم في شهر رمضان كيف تحجه مع الرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم في شهر رمضان بمعنى يكتب لك حجة ومش أي حجة ده حجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الحديث صحيح حجة في رمضان عمرة في رمضان تعدل حجة معي طيب الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا من صلى الفجرة في جماعة ثم جلس في مصلاة يذكر الله حتى تطلع الشمس أو حتى تشق الشمس ثم في رواية حسن الإمام الألباني ثم صلى الضحى كتبت له بها أجر حجة وعمرة تامة 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 ده الكلام ده في غير رمضان طب تعرفين السواب في رمضان بيتضعفت ده عشان أقول لكم السواب العظيم وزاي كتب لك كل يوم حجة مع رسول صلى الله عليه وسلم وإيه هو صب صبات الفجر وصبات العشر أولا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث وهذا الحديث حسنوا ابن خزيمة والسنة تصحح وتقوي هذا الحديث قال أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم خطبانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد أظل لكم شهر كريم شهر عظيم شهر مبارك فيه ليلة شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله سيامه فريضة وقيامه تطوع من تقرب فيه إلى الله بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواء ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى فيه سبعين فريضة فيما سواء تعالوا بقى نشوف الحديث ده معناه إيه يبقى إنسان لو لو إدى واحد كباية مية تصدق بطمرة كانه صلى فريضة فيما سواء ولو صلى فريضة في شهر رمضان كانه صلى سبعين فريضة فيما سواء يبقى العمل كله بمعناه كانوا بيضرب في سبعين على الأقل إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من تطهر في بيته فأحسن أو توضع في بيته فأحسن أفضوه أو أسبغوا لدوه ثم قارج من بيتي لا أخرجهم بيتي من بيتي إلا الصلاة له أجر الحاج المحرم له أجر له أجر له أجر الحاج المحرم يبقى أنت لو صليت في شهر رمضان الخمس صلاة في المسجد يكتب لك خمس حجات ده في غير رمضان خلي بالكم خلي بالكم في غير رمضان إنسان لو يصلي لأي صليدة يكتب له حجة تامة إلى بيت الله الحرام ده في غير رمضان يضرب هذا السواب في سبعين يبقى أنت أي فريضة يصليها في شهر رمضان في المسجد يكتب لك سبعين حجة يكتب لك سبعين حجة إلى بيت الله الحرام ده انت لو صليت اللي عيشها الفجر في الجامعة والعيشها في الجامعة هتزود ميراسك في الجنة قد الكرة الأرضية كلها أكثر من مئة ألف مرة وحاولكم الدليل من السنة سواب صاطر الفجر في الجامعة قد ايه وصواب صاطر العيشها في الجامعة قد ايه يبقى انت لو صليت الخمس فلوط في الجامعة بيتكتب لك سبعين حجة لان الحجة السواب يضرع في سبعين في شهر رمضان ولو عملت السواب اي حاجة سوابها كان عمره في غير رمضان يتقلب السواب يبقى حجة ومش اي حجة ده حجة مع رسول صلى الله عليه وسلم يعني مجرد لو تتروح الجامعة تصلي نافلة ده بتسوي حجة مع رسول صلى الله عليه وسلم مجرد ان انت تصلي الفجر في الجامعة وبعد ما تقعد الغات ما تقعد في الجامعة الغات ما تطلع على الشمس كتبلك ده في غير رمضان بتبقى عمره الجلسه بعد صلاه الفجر خمس في غير شهره säga عمره ولهان في شهر رمضان تسوي حجة مع رسول صلى الله عليه وسلم اللي dont عمل فيه celery من قال الحديث حجة الى بيت عمره في رمضان تعديله حجة slightamaعي يبقى السواب يبدأ على هذا يبقى أي عمل سوابه عمره هيبقى سوابه حجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم طب إزاي بقى في صلاة الفجر بتاخد قد الكرة الأرضية كلها سبعين ألف مرة في المساحة أقول لكم الدليل الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث عشان تعرفوا اللي بيضايع فريضة واحدة بس فريضة واحدة بس من الخمس فرائد في شهر رمضان في المسجد هيبكي دمان يوم القيامة أقسم بالله العظيم قسما أحاسب عليهم قيام المحاب كداما على صلاة فريضة واحدة فريضة واحدة بس في الجامعة تصليها أفضل من سواب صلاة الترويح طول اللي شهر رمضان في الجامعة وأقسم بالله على ذلك لأن فريضة لا يعدلها شيء شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث سيدنا عثمان بن عفان بيقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من قام من شهد الفجرة في جماعة وكان كمن قام الليلة كلها ل � Shiva الليل كله كان كمن قام الليلة كلها في فرق كبير من أن أنت يكتب لك قيام الليلة مجازا وده صعب عظيم بالإن أنت تصلي مئة آية لو صليت بأربعة رقاط وقردت فيهم صورة الواقعة أو قردت صورة الإخلاص 30 مرة يكتب لك قيام الليلة لأن الرسول صلى�� писل الول وصلى الله عليه وسلم قال في الحديث من صلى في الليلة بمئة آية كتبت له بها قنوط ليلة قيام الليلة وَقَالَ عَلَيْهَ السُّلَاتِ وَالسْلَامَ فِي الحَدِيثِ مَنْ قَامَ فِي لَيْلَةَ بِعَشْرِ آيَاتِ لَمْ يُكْتَبْ عَنْدَ اللَّهِ مِنْ الْغَفَلِينَ واذا إذن ان يصليش خارص قيام الليل بيكتم الغَفَلِينِ عشر آيات معانا هي تقرأ صورة الفتحة صورة الكوصل حتى لو ركعت وتر تكتابش من الغَفِلِينَ بمئة آية كتبها من القانتين ومن قام في ليلة بألف آية كتبها من المقنطرين هو القنطار سأل معادو بن جبل الرسول صلى الله عليه وسلم قال له حديث رسول الله ما القنطار قال له القنطار ألف ومئتان أقية أقية من الفضة والأقية خير مما طلعت عليه الشمس وخير مما بين السماء والأرض يعني أفضل من كرة أرضية كلها في المساحة يعني كأنك تصدقت بتمنى كرة أرضية كلها أو كأنك كان عندك كان عندك أملاك أو أرض زراعية بتساوي مساحة الكرة أرضية كلها من أول إلى أخرها جعلتها وقف لله يوم ربا سبحانه وتعالى يوم القيامة يعوضك بما يساوي مساحة الكرة الأرضية على الأقل أو أكتر أضعف لكن خلينا في الصواب الأقل أن ربا سبحانه وتعالى حديثك قد بكل أقية ألف ومتان هذا فيه رواية 12 ألف أقية لكن خلينا في الصواب الأقل لأن بعض الناس بحصلها خبل ما بتصدقش بتقولك معقول معقول للصواب ده لا ده كلام ده مش معقول لا, هل نحو ل Wing obtained from this? غرضها السماوات والأرض أعني أعرضها السماوات والأرض 星كراendallahu Ojai notice of the sea سريعوا إلى مخفلة من ربيك وجنة قريبه السماوات والأرض ง幾 Gianfale abbas willırd him الآن إذا وضعت السماء الأولى والتالتة والربعة والخمسة والساتة والسابعة جنب بعض وضعوا الأراضيين السابعة الجميع جنب بعض هل سعدها Wei? أما يقينوا على المزيدنا الزبرة طلها أكبر من قidelity هل تعلموا السماوات إلى этих أعزيان؟ الكون في مئة ألف مليون مجرة وفي كل مجرة فيها مئة ألف مليون مجموعة شمسية في كل مجموعة شمسية فيها عشر كواكب زي بتوعنا دول المجموعة الشمسية بتاعتنا دي فيها عشر كواكب كوكب الأرض وكوكب بلوتو وكوكب زحل وكوكب المشتري وكوكب المريخ ونبتون وورانوس العشر كواكب دول معهم شمس الشمس دي حجمها قد حجم الأرض مليون دولتو مئة ألف مرة المجموعة الشمسية دي اضربها في مئة ألف مليون تعمل مجرة واحدة اسمها مجرة التبانة اللي احنا فيها واضرب الكلام ده كله تاني في مئه الف مليون يعمل له الكون ده ده اخر حاجة و اصل لها وصلها لع العلماء. اخر حاجة و اصل لها العلماء. ده الكون. الكون كله معجيش حاجة يعني. الرسول جدا 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 جدا. عشان تعرفوا مساحت الجنة هتبقى دي. عرضها السماوات والارض. لذلك انت ممكن تخلي مساحتك في الجنة مئات الالاف ملي المليارات. ولو وظبت على صلاة الفجر في الجامعة كل يوم سواء في رمضان او في رمضان لكن في رمضان بقى اشوف الصواب. في رمضان الصلاة الفجر في الجامعة افضل من قيام الليل كله. يعني ايه قيام الليل كله. حين قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ومن قام بألف آية كتبة المم قنطرين. ألف آية. طب الانسان لو لو صلى طول الليل في شهر رمضان من أول الليل وآخره منامش خالص. هيقرأ كم آية. هيقرأ كم آية. مش اقل من ثلاث تلف آية. سيدنا عصمري ابن عفان كان بيقرأ كران كله من اوله الاخره والحديث صحه الامام السائب في ركعة واحدة. ركعة ترواتر. الواحد مننا في الزمان ده ممكن يقرأ عشر اجزاء. يعني ممكن يقرأ ثلاث تلف آية. الالف واحدة بس بتسوي القنطار. والقنطار بسوي الف وموثين اوقية. الاوقية الواحدة قد كرة ارضية كلها في المساحة. ده في غير رمضان. قال لي بالكم في غير رمضان. يبقى انت لما بصلي فاجرة في الجامعة كأنك قريت تلاث تلف آية او اربعة تلف آية. لان صلاة الفاجرة في الجامعة افضل من قيام الليلة بحالة. لان سيدنا عصمري ابن عفان قال كمان قام الليل ما قالش ما سكتش لكلها. مش صلى اربع ركعات بمئة آية ولا بألف آية حتى. انت ألف آية تبقوا ممكن تبقوا في ساعتين. او في ساعتين. تقرأ جزء جزء تسعة وعشرين والتلاتين. جزء تبقى جزء عام. لكن لو انت صليت وقفتوا على رجلك طول الليل. زي ما سيدنا عصمري كان بيعمل. هتقرأ مش قلم تلات تلف آية. محان شايد ريه كرام كله. يعني تاخد تلات قنطير. يعني تاخد قد الكرة ارضية كلها. الف ومثين في تلاتة. تلات تلف مرة. طب يضرب الكلام ده في سبعين. لان في شهر رمضان الصواب يضعف. يبقى ده ايه ده ايه ده اكتر من مئة الف. يعني نقول مثلا السواب. يعني ممكن مساحتي 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 في الجنة تزيد مثلا. خمسين الف خمسين الف قد كرة ارضية. مئة الف قد كرة ارضية. كلها ارضية مساحتها نصف مليار وستة وستين مليون كل مطر. يبقى انت ممكن تزاود مساحتك. في الجنة كل يوم. لا يساوي خمسين الف أو مئة الف قد كرة ارضية. يعني لا يساوي ادراب نصف مليار في خمسين الف تزاود مساحتك كل يوم في الجنة تزيد مساحتك حوالي خمسين مليار كل مليار كملة مربع. او ربما اكثر من ذلك. ولكنك كلgin. ده كل ده كل ده ده صلاة فجر واحدة بس اضرب بقى الكلام ده في شهر رمضان كله وصلاة العشاء بسهو نص نص السواب ده لان صلاة العشاء كما جاء في الحديث من شاهد العشاء في جماعة كنت بيت له القيام ونصف الليلة او كان كامل كان كاملت كمقامة نصف الليل من الصلاة الحديثات، منصلي العشاء الفجر في الجمع كل يوم في شهر رمضان بسهو حتى السواب pak fruit ويصلي الفجر في الجامعة كل يوم في شهر رمضان سيضيع سواب عظم جدا 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 سيقسم الله عظم حقسة 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 مهمة قوي تبقى محتسب الأجل مرسن بعدين ما تجذبش بعملك أن الرسول عليه السلام قال الذي يسمع الأذان وما يروحش ونافق في عديث كثيرة جدا صحيحة ما تقعش نفسك في نفاق في شهر رمضان عشان ما تضيعش سوابك عشان ربما يحبط العمل أو يضيع جزء كبير من العمل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من سمع النداء فلم يمنعه من أن يأتي عذر فلا صلاة له عديث صحيح في أبي داود فلا صلاة يعني كله مصلش خالص وقال عليه الصلاة والسلام وزي ما الحسنة بتضعف أضعاف كثيرة في شهر رمضان السيئة بتضعف أضعاف كثيرة خلي بالكم وقال عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يلبه من غير عفر لم تقبل منه الصلاة والتي صلىها لم تقبل منه الصلاة تبقى مصيبة لو أنت صليت في البيت وسماعت الأذان وستفعت حسرات الفجر موحدش والسلام ما تقبلتش في شهر رمضان تبقى مصيبة كبيرة جدا العمل كله بيبنى على الصلاة والقيامة إذا الرسول صلى الله عليه الصلاة بيقول من صام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر لهم من تقضى من ذنبه وقال عليه الصلاة والسلام والحديث صحه أحمد شاكر لو أنا رجلا دعا الناس إلى عرق أو مرماتين في المسجد لأجابوه وأنهم لو دعونا إلى هذه الصلاة في جماعة فلا أتونها ولقد هممتوا أن أستخلف واحدا ليصلي بالناس ثم أضرمها عليهم نارا وما يتخلف عليها إنا منافق والرسول صلى الله يستخف بالأزام في المسجد منافق وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في الصحيح في الخارج ما تسمع عن هذا فأفقلوا الصلاة على المنافقين العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا وقد هممتوا أن أمروا بالصلاة تتقام ثم أمروا رجلا ليصلي بالناس ثم أمروا بحطم فيحطب ثم أنطلقوا مع رجالهم معهم حزم من النار فأخالوا في الأقوام اللي يشهدون الصلاة في جماعة فأحرق عليهم بيوتهم يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي إبقى أنت لو تستسقل تروح المسجد في العشاء والفجر ده علامة نفاق والرسول صلى الله عليه وسلم هم أن يستخدم في أحد صليب الناس وهم أن يأخذ معارج جلعة معهم نار ويروح للناس دولي وفاجئهم في بيوتهم ويحرع بيوتهم هتخط نفسك في مصيبة في شهر رمضان يجعل شهر رمضان نقطة انطلاق توبة عشان تواظب على صلاة الجماعة وهو هتسيب فرض واحد في صلاة الفجر في المسجد وناس اللي تخرج قبل ما الإمام يخلص في صلاة الترويح انشاهدة الصلاة في صلاة القيام حتى ينتهي الإمام كنت بيت له بيها قيام ليلة بس لازم تقعد عندما الإمام يخلص بعض الناس يصلي نص الترويح ويطلع هتضيع من القيام أكثر من نص ليلة في شهر رمضان فما تطلعش إلا ما الإمام يخلص صلاة تطلع مع الإمام في صلاة القيام يبقى شوفوا الصواب العظيم شوفوا الصواب العظيم يبقى شوفوا الصلاة في رمضان تعدل حجة تم معي ثم أبلغ الحجة تبقى سابعين حجة سابعين حجة سابعين حجة فقالت كل واحد ليس فقط يحافظ على الخمس فرات في المسجد حاول تقعب من بعد الفجل تطلع على الشمس عشاني يتكتب لك حجة مع رصول صلاة الجلسة بعض النساء تقول لك نحن السبب نبقى المرأة كان رجل تماما المرأة لو صلت الخمس فرود بعد الأزام بباشرة بس الصلاة الفجر ستصلي بعد نص ساعة عشان تضمني دخول الوقت اللي فيه شك كبير في معادة الأزام هتخذي نفس صواب الرجل تماما لان المرأة صوابها في البيت أفضل من صوابها في المسجد بمرحل أقول لكم الدليل عشان المرأة تعرف انها زي رجل تماما وانها تقدر تاخد صواب الرجل تماما في المسجد هوية في بيتها بس بشرطين صلت صلاة في أول وقتها بعد الأزام على طول باستثناء الفجر تأخره شوية حسن تباعه للزوج جاءت المرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله ذهب الرجال بالأجور يشهدون معك الجمع والجماعات ويجهدون معك في سبيل الله وليس لنا من ذلك شيء فالرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم سر سرورا شديدة من سؤال المرأة ونطر إلى النساء وقال ما فطنت إحداكونا إلى مثل هذا السؤال اذهبي وأخبري منورائك من النساء أن حسن تباعه للمرأة لزوجها يعدل كل ذلك وفي رواية ثانية أن مهنة إحداكونا في بيتها أو لزوجها يعدل كل ذلك يبقى المرأة لو صلت حفظت على موقيت الصلاة في أولها وحسن تباعه للزوج ينام ليلى واحدة وغضب عليها لها نفس سواب الرجل تماما طب أي الدليل أن صلاة المرأة في بيتها أفضل بكثير من صلاة في المسجد أن أم حميد السعيدي حديث أم حميد السعيدي قالت رسول الله أني أحب الصلاة معك في المسجد النبوي اللي فيه الصلاة ألف صلاة قال لها إن شئتي أن تصليها معي فصلي ولكن صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك أفضل من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك أفضل من صلاتك في مسجدي هذا اللي هو مسجد نبو الشريف شوفوا بقى تسلسل في بيتك يعني معناها لو ما قالوا إيه قالوا تصلي لو أنها تصلي في غرفة مغلقة لا يراه حتى الزوج والأولاد أفضل من أنها تصلي في فناء الدار لو صلت في فناء الدار أمام الزوج والأولاد أفضل من أنها تصلي في مسجد قومها يعني في المسجد الجنب البيت ولو صلت في المسجد اللي جنب البيت أفضل من أنها تصلي في المسجد النبو الشريف اللي فيه الصلاة بألف صلاة بالنسبة للمين بالنسبة للرجل يبقى أن المرأة عكس الرجل كلما استطرت كلما كانت السبب أعظم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أن المرأة تعورة إذا خرقت من بيتها استشرفها الشيطان يعني ماشي معها الشيطان كحار الشرف فربما يقادي يخرجوا المرأة إلى الصلاة اللي اختلطها بالرجال وتكون متعطرة وتكون متزينة وتفتن الرجال لذلك ستين أم عشاء قالت لو رأى رسول الله ما أحدثت النساء بعد وفاته لمنعهن المساجد معاين هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعه إيماء الله مساجد الله لكن هي بتقول لو الرسول صلى الله عليه وسلم لسه حاية دلوقتي وشاف النساء أحدثته في اللبس وفي القطر لكان منع النساء تروح الجامعة الكلام السيدة عشاء لذلك أم حميد دي رضي الله عنها لما رسول صلى الله عليه وسلم قال لها كده قالت فاتخذت مسجدا في بيتيها تصلي فيه حتى ماتت عادش يشوفها خالص بقى هو ده البيت بكام بتاعها بكام مخبوء كده تصلي فيه لأن السواب عظيم جدا وعظم سوابها في بيتها ده الحتة المخبوءة دي أفضل منها تساول في مسجد نابول يبيزين المرأة كان رجل تماما يبوش للمرأة يحتسب الأجر ويوم الجمعة قولي لو كنت رجل لو كنت رجلا لصليت لشاهدت الجمعة في المسجد مبكرا كما يفعل الرجال ولكنت صليت في أبعد مسجد عشان أخذ بكل خطوة قيام سنة وصيام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من غسل واختسل وبكر وابتكر وادهن من طيب أهله ومشى ولم يركب ودنى من الإمامي وأنصت ولم يلغى كان له بكل خطوة قيامه كان له بكل خطوة قيامه سنة وصيامها وذلك أنا قلت كثير للناس ما تصليش في الجامعة جانب بيتك صلي في مسجد جامع كبير أبعد مسجد عن بيتك امشي نص ساعة امشي ساعة اختسل وانزل مبكرا للمسجد وروح قبل ما الإمام يطلع على المنبر بحوالي ساعة مخلصا أنه محتسم الأجر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أعظم الناس أجرم في الصلاة أبعادهم ممشا فما بدأ يوم الجمعة اللي الخطوة فيه بقيام سنة وصيامها من غسل واختسل اختسال وبكر وابتكر تبكير وتقعد في الصف الأول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث يجلس الناس يوم القيامة على قدر ترواحهم إلى الجمعة كل جمعة هنقعد صفوف وربنا هيتكلم معنا كما هيتكلم معكم الآن هيكون مكان الإمام هيتكلم ربنا سبحانه وتعالى مع الناس مشافهة ورؤية يعني هنكلم ربنا زي ما انتم شايفين وبتكلم معكم فيه ناس هتقعد في الصف الأول على منابر من نور ناس هتقعد في الصف تاني على منابر من دهب ناس هتقعد في الصف الثالث على منابر من فضة والمتأخرون يجلسون على كذبان المسك في الصف الخلفية بعيد ويحرمون من النور العظيم والمتحة والشرف يبقى أنت لو حفزت على الجمعة ووكرت للجمعة هتاخد بكل خطوة خمس سنة وصيانا المرأة نفس الكلام يبقى أن المرأة في بيتها ما تروحش تصلي الجمعة لكن تصلي الظهر حاضر وتحدث نفسها تقول لو كنت رجلا لو كنت بكرت ولكنت أعادت في الصف الأول عشان أقعد في الصف الأول في كل يوم جمعة في يوم المزيد فرضو في الصف الأول عندما تكلم مع رابي العميس سبحانه وتعالى تحدث نفسها بهذا تجري ذلك على قلبها فقط تاخد نفس الأجر أنا كنت رجل لو كنت مشيت إلى أبعد مسجد ولكنت أعادت في الصف الأول ولم رابي العميس سبحانه وتعالى تديرها نفس الأجر بشرط حسن تباعه للزوج ومحافظة على وقية الصلاة فأنا سأقول لكم هذا في الوصف وتعالى الفيديو سخون وشهون الشهادة في طواب العظيم ونعلم علما فإنه له أجر من عمل به من القيامة ياريت كل واحد يحافظ على صلاة العشة والفجر إن كما قلت لكم صلاة الفجر في الجامعة هتزود ميراسك في الجنة عشرات الألوف من المليارات من الأميال ميلا مبالغة لأن صلاة الفجر في الجامعة أفضل من قيام ليلة وقيام ليلة في رمضان أفضل من سبعين ليلة في غير رمضان والليلة تسوي ألف ومئتين انطار والانطار أفضل من الكرة أرضية كلها في المساحة تقعد بقى تخيل وحسب المساحة اللي ربنا سبحانه هايزودها لك في ميراسك في الجنة من الأثور والشجر والنخيل لو أنت حفظت على الجماعة حفظت على العيشة والفجرة وتخيل إيه اللي حيضيع منك ده غير النور العظيم الرسول صلى الله عليه وسلم قال بشر المشاقين في الظلم بالنور العظيم يوم القيامة اللي هو النور اللي حتعدي بقى على الصراط ده في رغي رمضان فبالك بقى في شهر رمضان النور ده اللي حيخليك تعدي كالبرق يوم القيامة على الصراط والإنت لو ضيعت سلاة الفجر في الجامعة حتضائع منك النور العظيم وتحرم من هذا النور الذي يجعلك وتمر على الصلاة يوم القيامة أقول القول من هذا وأستغفر الله